انتخابات جديدة ومعاناة متكررة صور وملصقات وإعلانات تلاحق العراقيين أينما ذهبوا دون أن تغير قناعة الغالبية الساحقة منهم الذين نفضوا أيديهم من أي عملية انتخابية ولم يعودوا يلقون لها بالا مواطنون وناشطون يشتكون من خروقات الحملات الدعائية لانتخابات مجالس المحافظات في العراق والتي انطلقت منذ أكثر من أسبوعين مؤكدين أن اللوحات واللافتات الكبيرة للمرشحين أثرت على الحياة العامة وأعمال المواطنين في وقت وعدت فيه مفوضية الانتخابات بالعمل على محاسبة المخالفين دون أن تحرك ساكنا وبدأت الحملة الدعائية في السابع والعشرين من التشرين الأول الماضي حيث عمد المرشحون والأحزاب المتنافسة إلى وضع لافتات في الشوارع والأسواق والمناطق السكنية بشكل لم يراعي المواطنين وأعمالهم ووفقا لناشطين فإنه لا يوجد التزام من قبل المرشحين بشروط الدعاية الانتخابية مع الكم الهائل من التجاوزات التي رصدوها مؤكدين أن مئات الشكاوى تلقتها المفوضية بشأن تلك الخرقات إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات ضد المخالفين كما سجلت مراكز الشرطة في بغداد عشرات الدعاوى من قبل المواطنين ضد مسؤولية الحملات الدعائية للمرشحين لكن ذلك لم يوقف الحالة غير الحضارية التي تعكسها الحملات الانتخابية نهيك عما يجري إنفاقه من أموال طائلة جاءت بحسب ناشطين من أموال الفساد الحكومي التي يعاد تدويرها لتخدم ذات الغرض لا سيما أن مجالس المحافظات سابق وأنحلت تحت ضغط تظاهرات ثورة التشرين كونها واحدة من بوابات الفساد ونهب المال العام لكنها تعود اليوم إلى الواجهة عبر انتخابات صورية جديدة تبنتها حكومة الإطار التنسيقي التي تريد أن تفرض هيمنتها على كل تفاصيل الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق برغم أنها جاءت بانتخابات شهدت مقاطعة غير مسبوقة ربما لن تنافسها في ذلك إلا الانتخابات القادمة والأرجح أنها قد تفوقها في حجم المقاطعة